البصرة او المدينة الجوهرة كما تصفها صحيفة لوس انجلوس تايمز الامريكية او كما كان ينبغي لها ان تكون انها غنية بكل ما يمكن ان يتوقعه انسان من ثروات الا ان حال هذه المدينة يفوق كل وصف فبحسب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي شداد فان البصرة التي توفر 80% من ثروة العراق النفطية لم تتلقى ايا من دولاراتها البترولية منذ منتصف عام 2015 ولم تتلقى حتى نصف رسوم الحدود من الموانئ والمعابر البرية حتى وصل الحال ببلدية البصرة الى عدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها اضافة الى تأجيل نحو 700 مشروع وعلى الرغم من وجود شركات الطاقة متعددة الجنسيات فان البطالة في زيادة وبسبب سوء الادارة المائية غزت ملوحة الخليج العربي عذوبة مياه شط العرب فض محلت مساحات شاسعة من اراضي البصرة الخضراء وتضررت الثروة السمكية بشكل كبير وطال الاهمال القنوات المتفرعة عن شط العرب حتى امتلأت بالقمامة وفوق كل ذلك يعاني البصريون اليوم من غياب القانون فالقبائل والميليشيات المسلحة تحكم وفق رؤيتها مما اطلق لتلك الميليشيات العنانة للقيام باعمال خطف وسرقة واتجار بالمخدرات ليقف اهالي البصرة يتساءلون هل تعود مدينتهم جوهرة كما كانت يوما ما مدة